كابتن مجدي خليني أبدأ مع حضرتك بمباراة بكرة مباراة صعبة الأهلي والمصري دايما مباراة صعبة الأهلي والمصري في حتى المباراتين اللي تلعبوا في الدورة بغد نظر يعني عن المبارات تانية ولكن المباراتين انتهوا بالتعادل فكرك بكرة المباراة تبقى عاملة ازاي من وجهة نظرك أكتر صعوبة شوية أكتر صعوبة؟ أه المصري الفترة الأخيرة مع دكتور ميم عبدالرازي كان استعاد ببعض المستوى وبعض الثقة دلوقتي مع وجود علي مهر أعتقد علي مهر ميسك علي كبتل علي ميسك أهو فبقى فيه طموحات جديدة واللعيبة فيه دوافع جديدة كمان مع من اللعيبة قدام علي مهر لأن ده هيبقى بالنسبة لهم بداية موسم نهاية موسم وبداية موسم صحيح فده بيبقى بالنسبة للعيبة برضو تحدي وتحدي كبير جدا عشان كله يبين عايز ياخد مكان في يعني ماتش يعني كده كده حتى لو كسبه إنما بالنسبة له ماتش قدام النادي الأهلي دوري أو كاس أي تيم بيلعب قدام النادي الأهلي النتيجة بتاعته بطولة بالنسبة له طبعا فده ده شيء بيبقى دافع كبير لأي تيم تاني قدامه النادي الأهلي عايز يخلص السيزون بشكل بيرفكت عشان لاستعداد لمرحلة جديدة الحمد لله الدوري خلصه والكاس القديم خلصه وأفريقيا خلصت دلوقتي داخلين أهو في الكاس الجديد مع السوبر اللي جاي برضو هتبقى تحضيرات يعني هي نهاية معبداية يعني أنت عارف لأنه ما فيش فرق كبير فيش توقيت بين السيزون ترجمة نانسي قنقر